السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبتدي خلونا ندردش مع بعض كده احنا هناخد ايه مع بعض دلوقتي في الفارمكولوجي تمام يعتبر الجزء ده من اهم الاجزاء هنكمل كده مع بعض هناخد حاجة اسمها الماسكارينيك ريسبتور وبعد الماسكارينيك ريسبتور النيكوتينيك ريسبتور وبعضيها الاسيطايل كولين وبعضيها الكارباكود وبعضيها الادوية الديريكت وبعضيها الادوية الانديريكت. بس ساعات تعالوا نفتكر انا اصلا احنا ماشيين في ايه? والله انا ماشي في حاجة اسمها النيرفوس سيستم. وقسمت النيرفوس سيستم ده نوعين. يا سنترال نيرفوس سيستيم. يا بريفرال نيرفا سيستيم. والسيمت السنترال نيرفاس ده حاجتين. حاجة اسمها البريين. وحاجة اسمها. ورجعت بعد كده. البريفرال نيرفاس ده برضو. قسمت اتنين. حاجة اسمها السينسوري. او الاعصاب الافرينت. اللي هي بنقولها عليها الحسية. وحاجة اسمها الموتور. الاصاب الحركية. والموتور ده قسمت حاجتين. حاجة اسمها سوماتيك. يعني ارادية. وحاجة اسمها اوتونومك. لا ارادية. والاوتونومك ده قسمت حاجتين. حاجة اسمها سيمبا. وحاجة اسمها بارا. فاكرين الكلام اللطيف ده. مكلام قديم خنان. وبعد كده رسمتنا الرسمة الحلوة اللي انا بحبها. ده السينترال نيرفاس سيستم. وهو البرين وهو سباينال كورد. ده اللي هرسمه البريفرال نيرفاس سيستم. السينسوري. ده اللي بيدخر الاشارات للبرين والسباينال كورد. والموتور اللي هو عبارة عن سوماتيك. واوتونومك. والاوتونومك قسمناه. يا سيمبا. يا بارا. يا سيمبا يا اي. يا بارا. حاجة جميلة اوي اوي اوي. وبعد كده اقعدت اقول لكم الاعصاب مش مشة كده على طول. العصاب الصغير ده اللي كنا بنسميه بريجانجيليونيك. وده كنا بنسميه بوسط. واللي فوق ده قلنا بما ان البريجانجيليونيك قصير يبقى سيمبا. واللي تحت ده قلنا. ده البارا. قعدت اقول لك. اللي ماشي يا حاجة اسمها النيورو ترانسيمتر. حلو. والنيورو ترانسيمتر دي اللي هي النواقر العصبية. كانت. يا اسيطاي الكولين يا نور ادرينالين. بس اغلب جسمي كان ايه? كان اسيطاي الكولين. الا البوسط بتاع السيمبا كان نور ادرينالين. الا البوسط بتاع السيمبا كان ايه? كان نور ادرينالين. ولكن. كلامي النهاردة معاكم ان المسيطر في جسمي كله كان الاسيطاي الكولين. وكان ليه مكانين. الاماكن اللي في النص دي لو ركزنا كلها اسيطاي الكولين. تعالوا نكبر كده الرسمة ونعيدها تاني بالمرة. تمام? تعالوا تعالوا. حل? الرسمة ايجين? يبقى احنا عندنا. ادي ولكن خلينا في السيمبا. خلينا في البارا. خلينا في السوماتيك. قلنا هنا اسيطاي الكولين. هنا اسيطاي الكولين. هنا اسيطاي الكولين. هنا اسيطاي الكولين. هنا دبارا. فيبقى اسيطاي الكولين. هنا لوحيد النور. ادرينالين. وهنا كله برضو اسيطاي الكولين. هل الحاجات دي بتمشي كده على طول ولا واصلة اكيد لريسبتور? قال لك لا. واصلة لريسبتور. الريسيبتورات اللي في النص دي كلها أسيطايا الكولين وكان اسمي الريسيبتور نيكوتينيك تمام نيكوتينيك N وهنا نيكوتينيك E N تمام أما هنا نيكوتينيك M ليه بقى ليه هنا نيكوتينيك N لأن ده هيوصل لنيرف ليه برضو نيكوتينيك N لأن ده هيوصل لنيرف أما ده ليه نيكوتينيك M لأن ده السوماتيك بتاع العضلات وبيوصل لمصل بيوصل لإيه فإذا أول ريسبتور للأسيطايل كولين اسمه نيكوتينيك هو لسه فيه تاني قال لك آه نيكوتينيك N ونيكوتينيك M ولسه فيه تاني مش ده أسيطايل كولين برضو مش بيوصل لهنا اللي هنا ده اسمه إيه قال لك اسمه ماسكارينيك يبقى الأسيطايل كولين طلعت بتشتغل على نيكوتينيك وعلى مين وعلى المسكارينيك أو إحنا بقى جايين ناخد ده النهاردة ونعيده تاني هنعيد مع بعض المسكارينيك والنيكوتينيك اللي بيشتغل عليهم مين الأسيطايل كولين قال لنا واسقين إن المسكارينيك ده موجود في البارة موجود فين في البارة أم وان أم تو أم سري أم وان ده مكانه في الجاستريك يعني في المعدة وفي الساليفري جلاند وفي اللعاب وفي المخ أم تو ده مكانه في الكارديك في القلب والمصل أم سري ده مكانه في البلدر وفي الإجزوكراينجلاند وفي اللسموس مصل فأم وان ده أنا بسميه دايما بتاع الهض بتاع المعدة واللعاب والحاجات دي أم تو ده غالبا قلب لأنه في القلب والعضلات أم سري ده بتاع البلدر بتاع مين البلدر أوكي ومصله بتاع العرق برضو بس ام وان من دي للهض ام تو يعتبر للقلب ام سري للبلدر هي دي الإفكتات اي بتاعتهم أجي يبقى ام وان ده بتاع البراي تلسل دي الخلايا اللي بتفرز في المعدة والساليفري اللعاب وقالك شوية في المخ بيعمل ايه بقى في المخ بيسير المخ بيعمل ايه في المخ ميموري بيزبط الزاكرة تمام بيزود الاكتيفتي بيزود الأسد أو بيزود حمض المعدة في المخ حمض المعدة في المخ ازاي في المعدة سري تمام بيشتغل على حاجة اسمها اي بي سري ودايك أما الام تو خلينا فاكرين ان احنا في البارة فنتوقع ايه تأثيره هو البارة بيعمل ايه في الجسمك بشكل عام في القلب والحاجات دي بيقللها البردة بتاع الراحة والهضل فأكيد في ضربات القلب هتقل فبيقلل الريط معدل ضربات القلب الفورس قوة ضربات القلب كوندكشن التوصيل في القلب اخر حاجة في المصل والعرق بيزود المصل والعرق ام وان وام تو وام سري كده خلصنا اللي اتنين ملاخص اللي فات جباحنا شغارين في الام وان بنزود المعدة ام تو بنقلل القلب ام سري بنزود الايكسوكراين او الافرازات ندخل دلوقتي في النيكوتينيك يا ان ان اللي في نص الاعصاب يا ان ان اللي في العضلات نبدأ بالان ان ده في الادرينا المضالة ده في الجانجليا ده في النيورو ماسكولر بتاعة العضلات الاراضية بتاعة العضلات الايه وبيزودها ده بيزود الادرينالين ده بيزود الجانجليا والاعصاب ده بيزود حركة العضلات الاراضية طب وفي ال-NM قالك ده في المصل يبقى هاجين يبقى الاسيطالكولين نتصل بحاجتي بنيكوتينيك ومسكرينيك نيكوتينيك NN نيكوتينيك NM ومسكرينيك NN ده اللي في الجانجليا NN ده اللي في النيورو ومسكولار جانجشان NN ده اللي في القادرينة المضلة وبيزيدوا كلهم طب ال-NM ده اللي في المصل او في العضلات طب المسكرينيك يا M1 يا M2 يا M3 M1 ده ده بتاع الحضم والمعدة وبيزوده M2 ده بتاع القلب وبيقلله أم سري ده قال لك والله ده بتاع البلدر وبرضو بيزوده وبكده لخصنا كل الريسبتور بتاعة الأسيطاء الكولين نكمل نبدأ بقى أنواع الأدوية اللي بنقول عليها كولينو ميمتك عشان بتزود الأسيطاء الكولين أو بغرة سيمباسو ميمتك عشان بتزود البغرة فقال لك كل الأدوية دي شبه الأسيطاء الكولين وهي بتشتغل بشكل دايريكت يعني بطريق دايريكت أو مباشر وبطريق اندايريكت غير مباشر طب دايريكت وفاهمينها بتروح تنشط الريسبتور اندايريكت ازاي بقى بتزود كمية الأسيطاء الكولين يبقى دايريكت بأنها هتروح للريسبتور ده دايريكت عندها الرسبتور بتاعي الأم هتزوده دايريكت اندايريكت هتزود الأسيطاء الكولين ازاي انتي كولينيستريز ازاي هتمنع تكسير الأسيطاء الكولين تاني يبقى الأدوية نوعين يا دايريكت هتروح تشتغل على الرسبتور على طول يا اندايريكت دي هتروح تقلل انزيوم اسمه أسيطاء الكولين استريز اللي وظيفته بيكسر الأسيطاء الكولين فلما تقلله من هايزيت والطريقة دي اسمه هاي اندايريكت عمال لفوق دايريكت دايريكت زاي يمين زاي الأسيطاء الكولين البسانيخول الكارباكول السيفيلين نيكوتين باللوكايوبين كل دول دايريكت اندايريكت زاي مين ايدروفونيا جلانتامين نيوستيجمين فيزوستيجمين اللي بلسود بس اللي حافز بعد شوية هنعرف ان الاندايريكت دا ريفيرزابل وقير ريفيرزابل وهتيجي دي لوحدها تمام على فكرة فيه ادوية بتنشط تكسير الاسيطاء الكولين تاني او بتنشط الانزيم اللي اسمه اسيطاء الكولين ستريس اللي احنا قلناه من شوية اسمها البراليديوكزيم بس الكلام دا سابق لقوانه دايريكت هناخد ايه في الدايريكت قالك اسيطاء الكولين بيسانيكول كارباكول بيلو كاربين سيفيميلين هناخدهم دوا دوا اول دوا هناخده الاسيطاء الكولين دا بيشتغل على الاتنين الماسكرينيك والنيكوتينيك وخليك فاكر الرسمات بتاعتي الاسيطاء الكولين بيشتغل على كله طيب اما يشتغل على الامة اللي بيحصال بيقلل الهارتريت معدل ضربات القلب لما يشتغل على امة اللي بيحصال هيقلل الملاط بريشر هيقلل الضخن لما يشتغل على M1 إيه اللي بيحصال قالك بيزود السلايفا بيزود اللوعيب بيزود الانتستين بيزود الأمع بيزود البرونكيالسيكريشن للأسف بيزود إفرازات القصب الهوائي طب وليه بقول للأسف لأنه احتمال يتسبب في أزمة وللأسف بيروح للعين ويعمل لها مايوزس لأنه ده بتعبارة بتعراحة فبيدية العين يبقى ما قولك الأسطاع الكلين بيشتغل على أيه؟ تقول لي على المعدة وبيزود على السلايفا وهو يزود على القلب وهيقلله على التنفس وهيقلله تمام وعلى عين وهيقلله ده ملخص الأسطاع الكولين أول حاجة على القلب على الحارتريت قالك الأسطاع الكولين بيشتغل على القلب بيقلله لأنه بينشط الفيجل الفيجل ده اللي هو عصب البارا اللي رايح للقلب اسمه فيجل اسمه إيه؟ فالأسطاع الكولين بيقلل كاردياك ريت يعني بيقلل معدل ضربات القلب طب ولما يقلله بنقول عليها نيجاتيب كورونوتروبيك وبيقلل ده حتى يا راجل بيقلل يعني إيه؟ حجم الدم ده بيقولك حتى يا راجل بيقلل 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 كهربة القلب لأنه بينشط الفيجل أو بينشط الراحة أو بينشط البارا أو بتاعة القلب والبلد بريشر بيعمل إيه في البلد بريشر أو الضغط قالك ده بيعمل بيوسع الأوعية فلما يوسع الأوعية بيوطي الضغط طب ازاي؟ قالك لأنه بيشتغل على م سري فالسبب في توسيع الأوعية ده طلع مين؟ إنه بيشتغل على مين؟ م سري حل وما بيشتغل على م سري م سري دي بتأثر على الأوعية بتفرز مادة اسمها نايتريك أوكسايد بتفرز مادة اسمها إيه؟ نايتريك أوكسايد المادة دي بتنشط حاجة اسمها البروتين كاينيس النايتريك أوكسايد بتنشط حاجة اسمها إيه؟ البروتين كاينيس لما البروتين كاينيس ده يتنشط بيوسع الأوعية يبقى أجين أجين اشتغل على ام سري. نشاط مادة اسمها النايتريك اوكسايد. نشاط مادة اسمها البروتين كاينيز. ده الترتيبة بتاعتها بقى. بعد ما نشط البروتين كاينيز. وسع الوعاء. بعد ما وسع الوعاء. قلق الضغط. هي الرصة اللي تحت دي كفاية قوي قوي قوي. يبقى اشتغل على ام سري. طلع نيتريك اوكسايد. نشاط بروتين كاينيز. وسع الاوعاء الدموية. قلل الضغط. قلل الايه? الضغط. صعبة. عمل في الاوعاء الدموية. وقلل الضغط. نكمل. اللي بعضيه في الجسترو انتستاينال تراكت او في المعدة. قالك ده بيزود السلايفة. بيزود اللعب. وبيزود الانتستن. وبيقلل البرونكاي للأسف. وبيزود او بيزود اليوريناري او بيزود بتاعة التبول. بيخليك تخش الحمان. تاني يبقى انكريز السلايفة. وانكريز السيكريشان بتاع الانتستن. وانكريز الموتيلتي. الحركة بتاعة الانتستن. وبيزود الدتروزة المسل او بتاعة اليوريناري. وبيطلع يورين. وبيطلع ايه? اللي بعضيه? الاي. قالك الاسيطالكولين اللي موجود في الاي. بيشتغل على السيلياري مسل. بيشتغل على العضلة في العين اسمها السيلياري. فبيخليك تشوف النير فيجن. يبقى في الاي بيشتغل على السيلياري. فبتشوف الحاجات النير القريبة. وبيشتغل على عضلة تانية اسمها الكنستريكتور. العضلة الدائرية. فبيعمل لعينك حاجة اسمها مايوزيس. بيديع. يبقى في السيلياري مسل. بيعمل لك كونتراكشن. وبيعمل في عينك مايوزيس او كونستراكشن. بيديع عينك. بيديع ايه? عينك. نكمل. عشان كده بيشتغل في العيون. على رأي منير. الرسمة مش واضحة. كده خلصنا الاسيطالكولين. تعال انرخصه قبل ما نسيبه. يبقى ما تيجي تشتغل على الاسيطالكولين تخليك زكي. تقول هو بتكلم عن كم اول واحد. اتكلم عن الهارت. وتكلم عن البلاد بريشار. وتكلم عن اي تاني. وتكلم عن الجي اي تي. وتكلم عن الاي. عامل ايه في الهارت? قال لك والله. نرجع كده بسرعة. والله اللي عمله في الهارت انه نشط حاجة اسمها الفيجل. والفيجل ده بينشط حاجة اسمها البارة. البارة ده بتاع الراحة. فبيقلل الريت. معدل. بيقلل الفوليوم. حجم الدم. كانوا بيسموه. بيقلل الكهربا. الاسي نوت. راح للبلوت فيصل. وحكيناها في سطر واحد. اشتغل ازاي في البلوت فيصل. اه. ام سرية. بروتين كاينيس. نايتريك اوكسايد. ريلاكس للبلوت فيصل او فازودياليشن. فقلل الضغط. طيب المعدة? قال لك ده بيزود الانتستين سيكريشن. الانتستين سيكريشن. افرازات وموتيلتي. وحركة. وبيقلل البرونكايا. طب و العين اشتغل على حاجة ايه? سيلياري. جسم العين. فخلك بتشوف حاجات نير. خلك بتشوف حاجات قريبة. واشتغل كمان. زيادة على كده. الكونيستريكتور. العضلات الدائلية. وعمل فيانك مايوزز او دايقة. اللي بعضية. البيسا نيكول. قال لك البيسا نيكول الدواء ده احسن. ليه بقى? ايه واقلش معنى? لانه ما بيتكسرش بالاسيطايل كولين استريس. فلان البيسا نيكول افضل لانه ما بيتكسرش. وكمان نونيكوتينيك. تمام? وكمان ماسكارينيك استرونك. يعني شغال على الام بس. اوكي? شغال على المسكارينيك بس. اونلي. ولونج عشان ما بيتكسرش. تمام? قال لك وبيشتغر على الاسموس ماسل في البلدر والجي اي تي. يبقى ده بتاع بلدر ومعدة وبس. بلدر ومعدة وايه? وبس. نكمل. قال لك وقته بيقعد حوالي ساعة. تمام. بنستخدمه ايه بقى? حاجات التبول كلها. يعني ايه? لما قناة التبول تبقى عطلانة. هي ممكن قناة التبول تعتل? قال لك اه. بعد العمليات. بعد العملية تبقى انت ااخد مخدر قوي ممكن يعطل جهازك البولي. ساعتها منضطر ان اديك زقة من البسا نيكول. نانو بستريكتف يوريناري ريتانشن. لو احتباز بول. بس ما يبقاش فين سدات. نانو بستريكتف. يوروجينيك اتن. شلل عضلات البول. شلل عضلات الايه? البول. ميجا قولون. مشاكل القولون او تعطل القولون. يبا البسا نيكول ده بتاع كل ما يخص البول. وتعطر البول. هو اللي بيحرك لك البول. وبيشتغل على المسكرينيك بس. ما بيشتغلش على النيكوتينيك. ووقت طويل لانه ما بيتكسرش. لانه ايه? ما بيتكسرش. نكمل. اثاره الجانبية. قال لك كل حاجات السنبة هتبقى اثاره. هيروح للمعدة. وهيروح للبقى. يزود السويتنج وزود السلايفا. ويقلل البلوك بريشر. اه طبيعي. ويقلل ضربات القلب. اه طبيعي. ويعمل نوزية. وضيارية. ممكن يعمل لك اسهال وبرونكوزباز وانقباط. دايما تقدر ترص كل حاجات البارة اللي مش الاستخدام. يبقى سايد افكت. يعني لو مش يوز. يبقى سايد افكت على طول. يعني انا نعيد معك. بيعمل في العين بيديقها. مش ده يعتبر سايد افكت. ممكن. بس ما فيش مشكلة يعني انك تبدايق. نكمل. بيعمل في السلايفا بيزود. بيعمل في البرونكاي بيضيقها لنا ممكن يعمل لي ازمة. بيعمل في القلب. بيقلل وبيقلل الضغط. بيعمل في المعدة حتى لو مش مكتوب. بيعمل في المعدة بيزودها. مع انها مش مكتوبة. بيعمل في بيخلينا خش الحمام كتير اهو. ده الاستخدام. هتكتبه ما ينفعش. الدواء اللي بعضية. الكارباكول. ده اكتر دوام بيتكشرت بالاستايل كولين. زي اللي قابله. ده للأسف ماسكارينيك ونيكوتينيك. اللي اتنين. ما بيعرفش يخطر. ام و ان. ده كارديو فاسكولر وجاسترو انتستاينل. ده للقلب والمعدة. للقلب والايه? والمعدة. سوري. للقلب والمعدة. قال لك ده والله بيزود النور ادرينالين من الادرين المضالة. بيزود النيكوتينيك بيزود النور ادرينالين. بيستخدمو دلوقتي في العين. واو. بيديق العين. اصال خطر لو عندي جراحة في العين لازم اضيقها. يبقى ده بقى قلب ومعدة وعين. استخدام الطب. قال لك لانه لانه قوي. ووقته طويل لا يستخدم. مع ده. يديق العين. ويقلل ضغط العين. وما دوش اصار جانبية. وما دوش اصار ايه? جانبية. تمام? البلو كاربين. حل. ده لونجر اكشن. خلاص ادمت لانه ما بيتكسرش بالاسيطائي الكولين استريز اللي بيكسر الاسيطائي الكولين. مقارنة بالاسيطائي الكولين لسبوتا. اضعف منه. اه. جينا في الكلام الوحش. يبقى البلو كاربين اضعف. وبيروح للسينس وبيروح للمخ. ماس كارينك. ده بيشتغل على الام بس. وافصل مولوجي. والعين اكتر حاجة. البلو كاربين بيزود السيكريشن. الافرازات. السويت. السلايفة. كل الحاجات دي. ده بنزاو. بنستخدمه في السلايفة. عشان يزود اللعاب في الناس اللي عندهم زيرستوميا. او عندهم جفاف. او عندهم. قال لك سورجون سندروم. في مرض اسمه سورجون. ده الشخص بيبقى عنده درايماوس. بق يناشف. لكوفتيرز. فم يناشف. وبلا دموع. الحالة دي بنستخدم لهم سيفامليون. الدواء ده هو اكتر دواء بنستخدمه. قال لك ده بيعكس تأثير حاجة اسمها الاتروبين. ساعت بنستخدم اتروبين في بعض العمليات او بعض المشاكل. وبنحتاج نعكسه بعض العملية. البلو كاربين هو ده مضاد الاتروبين. هو ده مضاد مين? الاتروبين. وزي ما قلنا استخداماته طلعت في الاخر الطبية. يعني اللي استخدامات الطبية الفعلية. تمام? طلع في اللعيب. في الصلايفة. تمام? الناس اللي بترايل كتير. زيروستوميا. او سيندروم. اما الكارباكول. استخداماته الطبية طلعت فين في الاخر. قالك في العيون. اما اللي قابليه البيسا نيكول. طلع في اليوريناري بلادر. اما اللي قابليه الاستايل كولين. فبصراحة ندري لما يستخدم. قالك اهو. الدوة ده كمان اللي احنا كنا نتكلم فيه البلوكاربين غير انه في الجفاف في الجولوكوما. البلوكاربين احسن حاجة في الجولوكوما او بيقلل ضغط العين. مع انه حتى شغال على نوعين جولوكوما نادرين. كل الادوية بتبقى شغالة على حاجة اسمها جولوكوما. الا ده. شغال على ده بيخسل بيخسل القناة البتاع العين او قناة العيون. بيسلق قناة العيون. فبيقلل ضغط العين. قوي جدا في الموضوع ده. ليه? بيزود الدرينجي او اكواس هيومر. بيزود التسريب بتاع سائل العين. بيزود ايه? قالك التسريب بتاع سائل العين. تمام? الادفرسي الفكت. قالك للاسف بيعمل ووتري وصلايفيشن. بيعمل ووتري وايه? بعد شوية هنبدأ في الادوية الاندائريكت بس في الفيديو اللي جاي.